نروح لي تقرير وقصة تحدي قصة مهمة جدا وإحنا بنحتفل بشهر المرأة حبينا نهاردة نقدم لكم نموذج من السيدات المصريات اللي مشرفين في الخارج الدكتورة ريم العلبي البحثة بجامعة كاليفورنيا نورث استيت بالولايات المتحدة الأمريكية هذه البحثة المصرية بتنفذ بحث خاص عن المرض العصبي المسمى بهشاشة X قصة تحدي من نوع مختلف في مجال البحث العلمي والتعليم الجميع السلام عليكم سيدات مصر في الخارج محققين طفرة علمية استثنائية واحدة من السيدات دي هي الدكتورة ريم العلبي البحثة في جامعة كاليفورنيا نورث استيت بالولايات المتحدة الأمريكية بدأت المسيرة العلمية لريم بعدما حصلت على بكالوريوس الصيدلة من جامعتين شمس وشوية بشوية حضرت الماجستير والدكتورة وكانت الدكتورة بتاعتها في التكنولوجيا الحيوية من الجامعة الأمريكية في القاهرة اتخصصت ريم في مجال اكتشاف وتطوير الأدوية وعندها تلت براءات اختراع لأدوية ضد الملاريا وحصلت على عدة منح وجوايز خلال رحلتها في التعليم العالي زي منحة منظمة أوتشي من الجامعة الأمريكية وحصلت كمان على جائزة التمييز في التدريس من جامعة كاليفورنيا نورث استيت في الولايات المتحدة ريم كمان متحدثة عامة بتدعو لإشراك السيدات في مجال العلوم وألقت خطب في مناسبات عامة جمعت ما بين 20 ألف و30 ألف من الحاضرين في ساكرامانتو بكاليفورنيا وأكدت في المناسبات دي على أهمية التنوع والاحترام والرحمة والسلام لمواجهة التعصب والعنصرية والعنف والكراهية ده غير إن ريم متطوعة في إحدى المنظمات الدولية اللي بتهدف لتحسين حياة السيدات والبنات في البلدان الفقيرة وتمكنهم بالمهارات اللازمة لقيادة حياة مستقلة ده غير إن ريم متطوعة في إحدى المنظمات الدولية اللي بتهدف لتحسين حياة السيدات والبنات في البلدان الفقيرة وتمكنهم بالمهارات اللازمة لقيادة حياة مستقلة ريم حصلت مؤخراً على منحة بحثية من الرابطة الأمريكية للسيدات الجامعيات علشان تنفذ البحث الخاص بيها بالمرض العصبي المسمى لها شاشا إكس والمرتبطة بمتلازمة الرعاش وده البحث اللي بتحاول من خلاله توصل لنتائج مذهلة عشان تقضي بيه على المرض بشكل نهاي